السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ديدو سامودي هالنهار ان شاء الله نقدم لكم واحد فيديو اللي حقيقة هو عبارة عن هدية مئة بالمئة من قناة ديدو سامودي لكل المبتدئين والمحترفين لكي يربيوا الالانيب هالنهار ان شاء الله هادي موقفش خافو من جارب دي الالانيب هادي طريقة مجربة ان شاء الله يعني انا ما عنديش هاد المشكلة دي لجارب الالانيب ولكن اخديت هالطريقة من عنده واحد صديق ما في حقيقة الحاجة الوحيدة اللي يبغى انكم تحملوا الوالدين دياله قال لك قدمها بكل تيقى وراها مجربة من المدة ثلاث ايام كان جاه واحد الجارب الواحد شانشيلة بين عينيه والذي الزغب كيت نتفلو وفرج له وهالطريقة اخدها من عنده واحد المرأة مرأة كبيرة ودارها وقال لها صدقة مئة بالمئة الناس ما ديش فقوا يخافوها ان شاء الله من جارب الالانيب لا الاحتياط واجب تسميته النظافة مزيانة نقياه مزيان كما عودتكم في الفيديوهات ديالي كنقلكم نقياه قادوا مزيان ان النبي كن نقي قادي تأتيت حسن تفصحتو بزاف دي الحواج ولكن الى تحتوف هاد المشكيل راها تسيد هادا كي يقولكم ان ما غا تقوش خافو من جارب الالانيب فتاتا كيفما كان نوع دياله والمشكيل انه هو ماشي مشكيل ولكن هادا يعني واحد الجانب ايجابي مئة بالمئة ان هاد هاد دواء رخيص للغاية اسمه هو وهو غي اعتشي العادي راها بتمندير راها مكتوب فيه كما كتشوفو را كيتير سبعات درهم ونص اه هو اعتشي العادي اللي كيتباع في المحلات و Vernon�ي راها الازيط البلدية قاع اللانس راها عندهم تزيد البلدية او قاعي لا ما عندكمش شريو غي الميقدار اللي اخداموا بي انه الزيت البلدية ماشي مشكيل انها تكون حايله ولا تكون يعني اصلية ولا لا غي تكون زيت عادي الازيتون زيت الزيتون تقدريو من الميقدار اللي بغيتو وبلا الشكره قاعنا الناس راكي يكون عندهم زيت الزيتون في الدار ديالهم إما الماكلة إما الطياب المهم زيت زيتون عادية طريقة هي كالتالي هنتما تجيبو جج كسان عاديين جوج ايناء ولكن ما بغيكون وغادي تحطوه نفس المقدار هنتما كما تشوفو معايا وخات كتر شي شوية وخاتقلل اللي المهم انها اخدام مئة بالمئة هالطريقة نفس المقدار ديال زيت زيتون مع نفس المقدار ديال اطشي اطشي اللي هو جافي عادي كيشيرو بليطرو ما شي ري روح ولا شي حاجة غالية ولا انتم ما كنا تشوفو الثامن ديالو ثلاثة دراهم عفوا نراني المبنين ثم الثامن مرادين شي عبطلنا يا هاو مرادين ثلاثة سبعة دراهم ونصف ثامن رخيص وكتجيبو الزيت ديال العود العادية كما بغت تكون وخات تكون اصلية ولا عادية وخات شريو المقدار اللي بغيتو شريو مثلا غي خمسة دراهم ولا اللي بغيتو ماشي من اللي يكون يطرو انها ديالو غي كتنسحو به وني كتجيبو نفس المقدار لكن ما وريدكم هنا في الكيسان نفس المقدار كتجيبوه في الكاس اللي اول ولا الاناء اللي اول الاناء التانية وتانية نفس المقدار وخيكون متفوتين شوية مشي مشكل وكتخلطوهم بهالطريقة عادي انتم ما كيما تشوفو خلطوهم صافية وما اعطاوكم هنا واحد المحلول انتم ما كيبقى الزيت الفوق معروفة الزيت هذي بقى الفوق وسميتو ان الماء كيكونها تتقل من الزيت معروفة ولكنتم ما يخلطو بهالطريقة بحال هكا معلقة ولا هكا انتم ما حركوا بهالطريقة كيحتكم هاد المحلول هكا هاد المحلول غادي تشدوه وغادي تجيبو بطونجا ولا اي حاجة ما مهم انه ليمكنك نصحبش عليكم ب Mỹ تدير شي حاجة اللي ليخريقة ولا غيرت جريبة مجربة ما غاديوش تخافو من جعرم بالانب يعني نربيوا الآلاب ديالكم ب효ات ثيقة ولانكДа الناس كلهم الحاجة اللي كيخافو من هال باش كيبقى يشيروشي آلانب من السوق ولا كيكونوا واش فيهم الجربة لأ ان شاء الله ما غاديُ surveوا من الجربة انتم ما مش يقрокوشي الشري اس وللم فهن الجربة ولكن عالب ديالكم ها انتم ما كعذر بهم ومثلاً غفلتوا عليهم ولشين هار تصابتهم الجربة أنكم ما غاديش خافوا منها. هاد المحلول غادي تتخلطوه هاكا بعد طريقة. أنتم ما نفس الكيمياء اللي تديروا في زيت العود. زيت العود العادية زيت زيتون. تديروها في أطشي ولا أي محلول دير جافي اللي كيتباع بليطر ومشي من لا ما يكون أطشي. المهم أطشي هار كيدير سبعة درامونس مشي شي حاجة. هم كيني بزاف دسمية. المهم ثم أطشي هار كيدير سبعة درامونس على زيت العود وخشلوا المقدار اللي بغيتوا. خلطوهم بهالطريقة وشدوا الأماكن اللي تصابوا بها الألانيب ديالكم ومسحوا البونجة ولا شيشيتة ولا اللي كان ومسحوا هادك المنطقة جيداً. مسحوا هم زيان وهاد المحلول ما تكرهوش يعني تمسحوا به الكاش كامل. يعني ذاك الجربة راكا تسرح من من واحد لواحد. ثم هادك الجهة اللي تصاب بها مسحوا بها الجهة هي كتكون بحل الزغب كي بداي كي بقى تنصل من هادك الجهة وكي بقى يسرح وكي بقى يجي يجي من منطقة المنطقة هادا والجرب. خلينا من القشور ديال الودنين اللي وردتكم حل الفيديو في السابق لذك البلود ميتيلين هادك هادك تصوتوه في الودنين. أما هادا البلاصة اللي مشا من هالزغب هادك هي اللي كتشدوه هاد المحلول هادا. عندما ديما كي بقى الزيت الفوق يطلع عندما حركوا جيدين هاكا باش يتخلطوا بعضياتهم. وعاد حقوه ديك الجهة المصابة وشدوه هاد المحلول وحقوه به الكارج كامل. أكا غير واحد اليومين ثلاثة أيام. أنا السيد رع قال لي نهار الثالث نبيت الزغب. تحيي لهادك المشكلة ونبيت الزغب. رع هادي طريقة مجربة من عند الناس ديال بكري. احنا كنناخدوه لما احنا كنعترفو بالناس ديال بكري. ويعني هما اللي عندهم تجريبة في هاد الشي. وبكري رع ما كانش تدوه. اني كنشريه من فرماسيا. لأرا كان غير هاد المحالين مساكن كانوا كي ديباني وراسهم. وحنا كنناخدوه من عندهم هالتجاريب. هالتجاريب رعا مجربة للي مئة بالمئة. أنا ما عنديش المشكلة ديالجارب. ولكن هادي رعا طريقة سهلة مجربة. اخدوها من عندك هدية من قناة دي دي سامودي. ودعوه مع هاد السيد. لان اقل لك انا بغيت غير رحمة الوالدين. هاد يرى من الاسرار اللي كي يخبيوها جدودنا. هو اعطاها لنا. بغا اقل لك رحمة الوالدين. دعوه معاه. هاد الشي اللي تقدروه تديرو. الى خدمت لكم هاده 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 طريقة هادي. اه كنشكركم على التعاليق ديالكم. وكن رحب بكم. اه هاد الفيديو هدف حقها. كنت سنناه من شحال هادي. لان انا كنبغين فيد المشاركين ديالي. والمتتبعين ديالي. اه طريقة سهلة. اه مرحبا بالتعاليق ديالكم. سندونا وتكيو على الجراء. الناس اللي باقي ما شاركوش معانا. يشاركو هاده المعلومات قيمة. ومشاريع اه خيصة في الثامن. ويعني مزيانة مئة بالمئة. اه الناس الفقراء يديروا هاد النوع من المشاريع. مشاريع صغرى. كتديرها في دارك. ما تحتاجش مساحة. وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة. ان شاء الله. انتوما طريقة سهلة. الى اللقاء في الحلقة المقبلة. ان شاء الله.